الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حضور الكريم الإخوة لفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنبر بعنوان الوسطية والعنوان دا يا أخواننا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى في صورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة الآية وكلمة وسطا الوسط هو العدل والخيار والاعتدال في كل الأمور بتحت الدين والدنيا والوسطية يا أخواننا ما فيها غلو وما فيها تفريط وما فيها تشدد ولا فيها تساهل وما فيها انغلاق وما فيها انفتاح الوسطية يا أخوان هي إظهار الإسلام الصحيح إظهار الإسلام الواضح في التوازن بتاعه وفي الاعتدال بتاعه وفي النقاء والصفاء بتاعه دي الوسطية ذاته وفي ناس يا أخواننا بيعرفوا الوسطية على حسب مزاجهمهم في واحدين بيقول لك الوسطية هي بين الحق والباطل في النص كده تكون زول وسط إذا تكون زول بين الحق والباطل لا للحق ولا للباطل تكون قاعد بينات وفي ناس بيقولوا الوسطية دي نجمعنا اللي اتنين ده غلط لشنو لأنه يا أخواننا الوسطية هي حق فقط ما باطل والوسطية دي الليلة ده شعار ينادي به الجميع وكل يدعي الوسطية والوسطية لا تقر له بذات أو بذلك فإنت بتجد الصوفية يقول لك نحن ناس وسطيين طيب هل من الوسطية إنك تتنادي الشيخ يا صوفي تنادي الشيخ دي شرك لأنه ربنا قال ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون هل من الوسطية إنك يا صوفي تلبس لك حجاب ده شرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقاء في بعض الرقاء شركية دي بتاعت الصوفية دي إن الرقاء والتمائمة ودي الحجبات والتولة شرك وهل من الوسطية إنك يا صوفي تمشي تطوف بالقباب والأضرحة مع إنه ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق إذن يا أخواننا الصوفيدي اللي ما عنده ني علاقة بالوسطية مع الدين الصحيح وبرضو الأخ المسلم الكوز تلقاه برضو بنادي بالوسطية ويقول لك نحن ناس وسطيين وسطيين يقول لك أقبل على دربنا إن كنت حيرانا هو تلقاه أكبر حيران ويقول لك وقبل على نبعنا إن كنت ضمآنا وقبل على دربنا واسمع مقالتنا وانعم بصحبتنا روحا وريحانا وقبل على دربنا وانعم بصحبتنا فدربنا بالخير ما الآن يقول لك يقول لك شفاء جرح شفاء جرح يعني في الدرب بتاعهم ده شفاء جرح والليالي مطائلنا ويقول لك ويقول لك ما تعرف والتوحيد دعوانا وهو الساكت من الكلام بتاعهم ده هل الوسطية هل الوسطية إن كنت تنادب الأناشيد تستغل الناس وتستغل العواطب بتاعتهم الدينية تجاه دينهم عشان تتدخلهم معاك في الحزب بتاعك دم الوسطية التي جاء بها الإسلام وأيضا يا أخواننا العلمانيين برضو بنادوا بالوسطية يقول لك نحن ناس وسطيين حتى الواحد منهم يقول لك نحن ما زي الشوعيين ولا كمان زي الكيزان يقول لك الشوعيين أنكر وجود الله سبحانه وتعالى يقول لك نحن ما بننكر وجود الله ويقول لك الكوز استغل الدين عشان يصل بأول السلطة يقول لك نحن برضو ما قاعدين نستغل الدين ده قاعد في النص شفت ده المنافق ذاته ده كمان أشد من الجماعة ديلك ديلك بيكون واضحين في المنهج بتاعهم لكن ده بيدس المنهج بتاعهم ده شغل المنافقين وشوف العلمانيين ديل ديل من أكتر الناس البعاد دي ربنا سبحانه وتعالى شوف على واحد منهم يكون قاعد في السودان يكون قاعد في السودان وفي غير السودان القاعدين من ديل هنا بيتكلموا شوية شوية براحة براحة في الكفر أما اللي بيجي من برا دا دي التعارفة والحاجة ما بيجيب معاه العلم ولا بيجيب معاه الاكتشافات والاقتراعات العلمية وما بيجيب معاه البحوث العلمية ما بيجيب أي واحدة من ديل تلقاه بيجيب معاه الكفر بالله سبحانه وتعالى فديل كلهم يا أخواننا ما عندهم أي علاقة بالوسطية تحت الإسلام طيب الضابط بتاع الوسطية شنوزاتوا يا أخواني الضابط بتاع الوسطية إنك كمسلم تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيمان تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون الله قال ولو أسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إتتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير وكمان تمشي وراء الصحابة رضي الله عنهم ما تمشي قدامهم يعني مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما نقول في تفسير قوله كذا تتاني خراس تسلي ما تنطى الصحابة هناك لشنو لأن الرأي بتاعهم ده الرأي بتاعهم ده كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال هم فوقنا في كل علم ونقل ودين وعقل قال ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا تكون ماشي ورا الصحابة رضي الله عنهم لأن ربنا قال فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق الآية الليلة في ناس بضعنا في الصحابة رضي الله عنهم ونحن بنحذرك من الجماعة ديل زي دجال الفتحاب داك حمد مصطفى عبدالجادر دا قال الصحابة اقتتلوا في السلطة قال دارين السلطة دي يا أخي شوف الصحابة ديل لما انطلعوا من مكة إلى المدينة لما مشوا في الهجرة ديل خلوا أهلهم وخلوا أوطانهم وخلوا الثروات بتاعتهم خلوا المال وخلوا التجارة وخلوا الرعي الله ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه إنت تقول اقتتلوا في السلطة ديل ناس ما ماشين ها في الوسطية الصحيحة شان ما دغش في نفسك ساكد تا ما عندك أي حاجة ها وما عندك أي علاقة بمنهج السلف الصالح زول يطعن في السلف الصالح كيف يبقى منه وإيضا يا أخواننا من الناس اللي بيطعن في الصحابة الإخوان المسلمون ديل بيطعن في الصحابة رضي الله عنهم صراحة زي سيد قطب وزي وسيم يوسف ديل بيطعن في الصحابة طوال وبرضو العلمانيين بيطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بيطعن في أبو هريرة رضي الله عنهم وقول لك كيف يروي هذا الكم الهائل من الأحاديث يقول لك كيف يحفظ كيف بس بي مزاجك انت كيف كيف ساكد أبو هريرة رضي الله عنه قال لزمت النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطنه الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيمشوا بيشتغلوا في الأسواق وبيجوا عشان يأخذوا من علم النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه قال أنا كنت بقعد بقعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبيحفظ الأحاديث يلا ديل بيطعن في الصحابة لشنو العلمانين ديل بيطعن في الصحابة ليه لأنه دا 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 في المنقول ودين نحن يا أخواننا بنحذر منهم الناس كلهم العالمانين ويروا من الناس البطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والواجب علينا كمسلمين تجاه الصحابة رضي الله عنهم إنه يا أخواننا نحن نتكلم فيهم بالحسن وبالجميل نذكر الأعمال بتاعتهم الطيبة اللي قدموا علينا يا أخي الواحد منهم بحارف في المعارك عشان يجينا الدين دين نحن سالم كده نلقوا بارك والواجب علينا تجاههم إنه نحن ندعوهم ربنا سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وشوف العلماني البطعن في الصحابة ده دعا الداخل الساكت الداخل في الجامعات وشوفت في الداخلية لما نمشي يدور خلق تلقوا بعمل للناس زحمة في الحمامات تلقوا قاعد في الحمام ساعة ونص قاعد جوا وفي ناس بغنوا تلقوا مشغالين غونة جوا الحمام لما نجي المكوى لما نجي يكوي تلقوا يقول لك البنطلون ده لابد من اني يجي سيف تلقوا كمل الكهرباء كلها بتاعة الداخلية ولما نمشي الملاية تلقوا قاعد ربع ساعة حق بي جاي حق بي جاي حق حق بي جاي كده ده برنامجه كله لما نجي راجع في الداخلية شفت حتى النعلات بتاعاته ديل تلقى يوحدة من بلد دهس عليك اللداء ده بي جاي بي شيل برائه يجي بعد ده عنده كلام في الصحابة رضي الله عنه فديل يا أخواننا ما عنده ني علاقة بالوسطية وبالمنهج الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويأخواننا المسلم يدعو ربنا سبحانه وتعالى إنه يهديه إلى الطريق المستقيم زي ما في صورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم يعني الوسط طيب الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم ديل مذكرين في صورة النساء ربنا قال وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة تسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يوديك في الطريق بتاع الذين يدخلون الجنة وكمان تسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يجنبك الطريق بتاع الضالين لأنه دم الطريق بتاع الوسطية ده الطريق اللعوة يهبت على المغضوب عليهم والضالين اللي هما اليهود والنصارى تتبرأ منهم وتتبرأ من المناهج بتاعتهم كلها لأنه أخوان الذي مخالف للدين ومخالفة للمنهج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قبل ما أختم بحب أذكر برضو بالتعاريب بتاع الوسطية الوسطية أخوانا هي العدل والخيار ما بين الحق والباطل ما قاعده في النص تعاريب ده خاطئ هي العدل والخيار وهي الاعتدال في كل الأمور بتحت الدين والدنيا ده التذكير وأنا أكتفي بهذا القدر وأقدم أخونا الشيخ محمد نورين